اشتركوا في القناة صحة وسعادة وعبر إذاعتكم المميزة دائماً إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء في هذا البرنامج نطرح المواضيع باختلف المواضيع الصحية والطبية التي تشغل بال الجميع فحياكم الله معنا للتواصل معنا على الأرقام ستة صفر صفر خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسالة النصية على الرقم أربعة صفر صفر ستة هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العليو في الإخراج معنا أيمن سرحيل لكن اليوم مستمعين عندنا مفاجأة جميلة العادة نحن متعودين أن زميلنا فيصل بن فارس يكون في التغطيات الخارجية لكن اليوم نحن قلنا لتعال الستوديو بيشاركني تقديم هذه الحلقة فصبحك الله بالخير فيصل يا مرحبا بك أهلا محمود والله جو جو الستوديو غير صراحة أحسن أحسن أنا خالفك رأي إذا قلت أحسن لا لا ما بأحسن بالعكس يوم نكون في الخارج أعتقد أن هناك تواصل أكثر مع الناس وتشوف الأحداث بعينك غير عن ما أنك أنت تسمحها أو تقرأ عنها جميل فيصل ما نبتدي فقرتنا الإخبارية في بداية البرنامج معاك وشو من أخبار عندك اليوم محمود في عملية كبيرة تمت من أيام بس أذكر لك بشكل سريع طباء مستشفى راشد ينجحون في عادة زراعة يد مبتورة لعامل أسيوي نجح فريق طبي بمستشفى راشد في عادة زراعة يد مبتورة لمريض أسيوي بعد تعرضه لإصابة عمل تسببت في بتر يده اليسرى من الكتف وفصلها بشكل كامل عن الجسم المريض طبعا دكتور خالد عبدالله العوضي هو استشاري ورئيس قسم جراحة اليد بمستشفى راشد قال أن العملية التي استغرغت خمس ساعات تعد من العمليات الكبرى النادرة والمعقدة جدا والتي تتطلب تدخل جراحي مباشر من قبل فريق طبي متعدد التخصصات لتفادي المضاعفات السلبية لمثل هذه النوع من العمليات خاصة وأن المريض كان يعاني من تهتك شديد وفصل تام للأوردة والأعصاب والأنسجة والشرايين الدقيقة فصل نحن البارحة تكلمنا مع الدكتور حقيقة عبر مداخلة في الهاتف وصلتنا الضوء وايد على هذه العملية اللي حقيقة إنجاز يحسب لفريق العمل اللي كان في مستشفى راشد سواء كانوا من جميع التخصصات اللي شاركوا محمود أنا شفت الفيديو للمريض هذا وهو يحرك يديه الحمد لله ويقدر أيضا يعني يحرك أطراف سبحان الله يعني هاي عملية كبيرة وصراحة يشكرون على هذا العمل الكبير طيب الحينما نروح على خبر ثاني بعيد عن الهيئة شوية على الدراسات والأمور اللي تطلق عالميا يقول لك هوا المنازل أسوأ بخمسة ضعاف من خارجها يقول حذرت منظمة صحية أمريكية من أن الهواء الذي يتنفسه الأمريكيون في منازلهم قد يكون أسوأ بخمسة ضعاف من الهواء الملوث في خارجها وقال جمعية الرئتين الأمريكية حتى الرئتين عندهم جمعية يقول لك جمعية الرئتين الأمريكية أن أجهزة التدفئة والتهوية والتبريد تعد المصدر الأساسي لتلوث الهواء داخل المنازل ويمكن أن تفاقم حالة المريض المصاب بالربو من جانبها نصحت وكالة حماية التلبية الأمريكية بعدم التدخين داخل المنزل محدرة من الأذى الذي يسببه التدخين السلبي خصوصا بالنسبة للمصابين بالربو كما دعت إلى استخدام قطع قماش مبللة بالماء لتنظيف المنزل من الغبار لأنها تعد الوسيلة الأفضل لتخلص ما وطالبت الوكالة بصيانة أجهزة التدفئة والتهوية والتبريد بشكل منتظم لمنع تفاقم حالة المصابين بالربو والله أنا بعد عندي موضوع شي غريب شذا صراحة يقول لك هرمون الذكورة يجعل الرجل أقل شعورا بالألم من المرأة أشارت نتائج دراسة أجريت في مسشفى ألماني إلى أن هرمون الذكورة المعروف بالتستسترون يقلل فيما يبدو الحساسية للألم وكذلك يؤثر على نوعية الشعور به لا سيما في ضوء حقيقة أن المخلد المرأة يكون أكثر فعالا بالآلام وأيضا أثبتت دراسة رائدة شملت أشخاصا أجريت عليهم التجارب أن هرمونات الذكورة تجعل الرجل يشعر بالألم على نحو أقل حدة مما تشعر به المرأة أو يشعر بالألم على نحو مختلف عما تشعر به المرأة أيضا هناك في بعض التفاصيل وأيضا يقال أن أيضا التقرير يقول أن الإحساس المرأة أكثر بـ 70% في خصوصا أمراض أو مثل الصداع بالنسبة للرجال يعني 70% للنساء وهو 52% أقل للرجال يعني أعتقد النسبة شوية ما أدري كيف خلينا بقرأيك إياها مثلما هي مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ما يصل إلى 70% من النساء يعانين من الصداع مقابل 52% فقط من الرجال يعني النسبة هذه خاصة للنساء والنسبة للرجال ممتاز طيد فيصل يعني شورك في التستسترون لا أبغى اسمع رأيك الله يخليك لا تعدك رأيي غير صحي في هذا الموضوع هذا هرمون يخلي الرجال أكثر نشاط وأكثر قوة حتى على ما أظن أيضا حتى الرياضيين يعني تعرف شو نحن يعني إن شاء الله بتكون في الحلقة معنا وفا بن عايش هل هي اللي بتقولنا لا تضحكين هدي قلنا عقب الفاصة من عرش لازم لا لازم إذا ما كحت دخول زين معنا وفا عايش مدير إدارة التغذية العلاجية طبعا ما قدرت تمشك عمارة على هذا الخبر ها دكتورة شو تعليقتش يعني فيصل أسعدت إنك إنت مع مع محمود بلقاء بس آخر مرة تقول هالكلا طبعا لأنه إحنا نحارب إنه استخدام الهرمونات في النواذ الرياضية هذا ضد الصحة ويؤذي الجسد وخصوصا الرجال من الآخر هيك من الآخر هيك بغيت أزغط يعني أنا ناقل فقط دكتورة أنا ما لي علاقة في هذا أنا عارفة أنا عارفة بس إحنا يا سين نتحدث عن الأمر الصحية عموما سعيدين والله أنا مستعنس بوجودكم معايا في البرنامج لا بس صراحة أبدع لا أي شهادة من وصاعي أي من يقولي كل يوم جيبهم عموما مستمعين اللي حاب يشارك معنا في مواضيع حلقتنا اليوم على الأرقام ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة تعرف رقم رسائل نصية فيصل أربعة صفر صفر ستة نتمنى يشاركوننا صراحة إذن اللي حاب يشارك معنا ممكن أن يرسل لنا الرسائل اليوم دكتورة وفا يعني نبتدي معا الموضوع نطلع فاصل بعدين نرجع نطلع فاصل طيب فيصل قدم الفاصل أنا ما بشتغل اليوم مقدم كيفك أنت فاجأتني بس بقول فاصل ونواصل فاصل مستمعين ومن واصل أبقوا معنا عبر أثير إذاعة نور دبي يا سلام صحة وسعادة مرحبا بكم من جديد في برنامجكم اليومي برنامج صحة وسعادة للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عبر النس الرسائل النصية أربعة صفر صفر ستة صحيح محمود يا السلام عليك يا أخي اليوم خلاص نحن داشين الحين في التقديم مباشرة أنسى موضوع صحيح هو صحيح من حيث ينقدم الحين عموما مستمعين أذكركم بالزملاء لمعايا في الستوديو معايا فيصل بن فارس يشاركني التقديم في هذه الحلقة وأيضا عندنا دكتورة وفا عايش مدير دارة التغذية السريرية من نتواصل معها في الحوار ولكن عبر الهاتف عندنا الدكتورة وديعة شريف استشاري طبيب الأسرة والمنسق العام للكلية الملكية البريطانية في هيئة الصحة بدبي طبعا استضافة هيئة الصحة بدبي خلال الثلاثة أيام الماضية بمستشفى دبي امتحان العضوية الدولية للكلية الملكية البريطانية لطب الأسرة وبمشاركة عدد من الأطباء من داخل وخارج الدولة وذلك ضمن جهود الهيئة في التسهيل على الأطباء للحصول على هذه العضوية ودون السفر إلى المملكة المتحدة صح هذا الكلام دكتورة دكتورة وديعة معانا مرحباكم برنامج يا حي الله طيب دكتورة تعطينا فكرة عامة عن هذا الاعتماد وعدد الأطباء المتقدمين لهذه الدورة نعم ومثل ما تفضل احنا اخلصنا الحمد لله يعني السبت الماضي تاريخ 22 اكتور من هالشهر الدورة الـ 22 لامتحان كليا الملكية البريطانية كان طبع الامتحان يتكون من ثلاثة جزائر في الجزء الأخير كان تمزج في دبي وصدفنا هالمرة 127 طبيب 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 طبيبة يمثل هنا 18 دودة نعقد احنا لهذا المتحان بشكل نص السنوي يعني لذلك تم عقد الحمد لله 22 دورة متحانية خلال أكثر من عقد من الزمان وتخرج منها حتى الآن 377 طبيب حاصلين على العبوية الملكية البريطانية يعني هذا بشكل مختصر نقول حين مثلا نعم طبعا نحن كان نحن 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 نوه في يعني أنه كانت هالمركة نحن كنا ديو حق إعادة اعتماد الامتحان يعني نحن يعاتقين من قبل السلية الملكية البريطانية ثلاث سنوات كمركز امتحاني مستضيفين الامتحان في هيئة الصحة بالزي طيب دكتورة دكتورة ويات شيصل بغينا لو تكلمين شو ما هي أهمية الحصول على مثل هذه العضويات لأطباءنا في هيئة الصحة بالدبي كما العضوية طبعا نحن نسميها عضوية هي عضوية في الكريم الملكية البريطانية يماثل ويعني طبعا هذه وافقة حسب يعني الدرجات المدرجة من قبل وزارة التعليم العالي كدرجة المجسير في تخصص طب الأسرا فالعضوية بمعنى المجسير يعني في كل حد حتى بالرجوليشن عزنا أي شخص يكون حاصل على درجة العضوية في الكريم الملكية البريطانية هذا يماثل كأنه عند المجسير في تخصص طب الأسرا بالتالي هذا هيئة أنه يكون متخصص في هذا تخصص على المستوى الدولة في جميع يعني الإمارات والمناظرات الموجودة في الدولة وخارج الدولة فهما يكون يعني من درجة اللي هو طبيب عام يكون درجة التخصص أو متخصص جميل دكتور يتم حاليا يعني إعادة اعتماد إجراءات إعادة اعتماد الهيئة في دبي كمركز لعقد هذا الامتحان شو اللي إجراءات اللي قاعدين نسوون على أساس أن الواحد يحصل هذا الاعتماد مرة ثانية هي مثل جميع الاعتمادات هناك أدت شروط ويعني هنا في ساندرد نحن لازم نمشي عليها درجات للتقييم مثل شو دكتورة نتصور الهيئة يعني فيها بنية تحتية قوية لمثل هذه الاعتمادات والحمد الله يعني الفترة الأخيرة حصلنا اعتمادات اللهم لك الحمد في مراكز الهيئة بشكل كبير وأيضا في الطريق للاعتمادات تجديد اعتمادات المستشفيات عندنا فهم يطلبون أشياء مختلفة عن هذه الأمور بالإضافة للأشياء التي مطلوبها أشياء إدارية وليجسية طبعا فيه أشياء أكاديمية فيه معايير أكاديمية بشكل مباشر يعني يطلبون عليها المقيمين من قبل الكلية الملكية بريطانية عشان يتوفون خط بالعمل يعني الوقوف على جميع تفاصيل إعداد الامتحان مثلا كيفية صياغة الأسئلة كيف تفيد وضع الورقة الامتحانية في الأجزاء الثلاثة وطبعا هذه الهاتف ممكن يتماشر مع المستوى الامتحاني لدى الكلية يعني في الهاتف نكون إحنا على نفس درجة الثقة أنه لما نقول هذين قاعدين يتخرجون من عدنا من السليمريكية بريطانية ستة لازم يكون على نفس الكفاءة بما هم المتخرجين منه سواء كانوا متخرجون هناك من بريطانيا طبعا غير الورقة الامتحانية نفسها كذلك يعني في معايير يعني بصورة دورية ويعاد تقييمهم كما نصحنين حتى أفضاء يعني يعني الوطوف على مدى كفاءتهم كذلك طيب دكتور أنا أذكر أنه في في المرة الماضية كان في عندنا في حد حصل على المركز الأول وأيضا المركز الخامس يمكن هل نفس الامتحانات هذه عندنا كان في الهيئة كانت في طبيبتين حصلوا على حصلت في الطب العربي في الطب العربي ذلك كان في البورد العربي يعني هو تقريبا الوضع مشابه يعني حتى في الزمان البريطانية الحمد لله إحنا أطباءنا اللي يتخرجون من البرنامج التقريب اللي عندنا في تخص في الهيئة الصحبة الزي على قدر عالم انتصاء بحيث أن يتأهل أطباء منا يقعدون هل نمتحان ويتصدرون أعلى النتائج على مستوى كل المتقدمين من 18 دولة يعني إحنا عندنا نعم في الزمانة البريطانية بسات نستقبل الممثلين من كل الدول بما فيهم مملكة المتحدة نفسها وفي تدارك ولايات المتحدة فتقريبا نحن قاعدين نسوي كأنه مثل ما إحنا عدنا كأنه كأنه سياحة أكاديمية فالناس كما تتوجه لأنه مثل ما تبطل يعني تقيمنا إحنا سنة سنوات وتعطينا يعني أقصى موثل للتقييم اللي هي سنوات فبالتالي يعني هذه رفعة سمعة الزي كمركز أكاديمي إدارة يتوجهون لنا من كل الجهات ولها سمعة عادية الشهادة بحيث أن يتوضفون على يعني درجة عادية من سواء كانت يعني وثب المنوجود طيب دكتور في عندك كلمة خيرة ممكن تواجهين لأخوان المستمعين والله أنا أشوف يعني ممكن حين من خلال من برق نحن ننتهز بالبداية أحب أشكر صرح مستشهد بي ورئيس التنفيذي دكتور عبد الحمال جسم لأن لتوفير العيادات الخارجية في مستشهد بي عشان لعقد الامتحان طبعا بيئة زيادة المتحانية وسرية الوقوف على الامتحان هذه لها دخل كبير في نجاح الامتحان نفسه للمتحانين اللي تقدموا الامتحان أحب أقول لهم إن شاء الله هلما رأي نحن نترعي في النتائج إحنا حاليا في مرحلة وضع ورص الزرجات غدا إن شاء الله عن طريق من ضرق حين نكتر نعلنها إن غدا الثلاثة إن شاء الله بدي ستعدل عن جميع النتائج جميل جميل شكرا شكرا دكتورة وديعة محمد استشاري طب الأسرة والمنسق العام للكلية الملكية البريطانية بهاية الصحابة دبي شكرا جزيلا دكتورة حياكم شكرا للدكتورة وديعة الحين ما نرجع لدكتورة وفا عايش موجودة معانا في الستوديو طبعا طيب نزيل دكتورة وفا يعني الهيئة سوف تستضيف خلال شهر نوفمبر مؤتمر متخصص في مجال التغذية يركز على كافة الجوانب المتعلقة بالتغذية العلاجية للمرضى بمختلف الفئات العمرية نحن اليوم حقيقة ما نتكلم عن هذا الموضوع بشكل محدد وأيضا ما نفتح المجال كذلك لأسئلة المستمعين إذا حابين أي حد عنده أي استفسار في مجال التغذية والمجالات المختلفة يعني في هذا المجال ممكنهم يشاركونا نحن الحلقة فشو اسم المؤتمر أنك تكاد بلت آه قرأتها شرائح مؤتمر دبي الثاني للتغذية مؤتمر دبي الثاني للتغذية لأول شو صار فيه بجنة كان الحمد لله اللهم لك الحمد كان عندنا عدد الحضور ستمية شخص كان أول مرة ينعمل على مستوى العالم العربي الحلو في المؤتمر أنه بيواجه بيغطي شريحتين مهمين الأولى العلاجية والثانية الوقائية العلاجية اللي هي فيها الأطباء الصيادة لأخصائيين التغذية العلاجية التمريد الفئة الأما الوقائي بييجي الأخصائيين التغذية المجتمعية المثقفين الصحيين سواء للسكري أو العادي طب ممرضين للمدارس المدربين الرياضة جايبين حدا كتير نزيز من البحرين على فكرة الأمور الرياضية زينا هو أصلا رياضي وهو أصلا أخصائي التغذية معاشه هاتين يعني بالصراحة رائع وكتير يعني كتير نشيطة على على السوشيال ميديا شو اسمه هقول لك اسمه هلأ نشيط وما تعرفين اسمه لا لا مش هيك لانا بدي أعطي طايتل تبعه صحيح ما بدي أظلمه في الكلام تبعي أروح أعطي اسم غير الاسم اللي هو يعني غير اسمه يعني أنا ظني عرفتها محمد سعد هو اسمه محمد سعد محمد سعد محمد سعد الرياضي يوال أخصائي التغذية واللي حيتكلم عن دور الغذاء في الرياضة في الأداء الرياضيين جعلني بتلممثل بعد دكتورة هو الله فكرة طيب دكتورة متى بيكون المؤتمر بالضبط وين بيكون هني في بيكون عندنا في دبي هي نعم دار الحي حيكون في انتل كونتيننت الفستيفل سيتي وحيكون بإذن الله تعالى من سبعتاش إلى تسعتاش نوفمبر من الساعة ثمان لانساعة سبع المساء هي دعوة عامة ولا لا طبعا هي دعوة عامة لدول اختصاص أكيد أكيد طبعا دكتورة انتوا السنة الماضية استقبلتوا ستينمائة مشارك السنة هذي كم من توقعات أكثر بإذن الله يعني مثل هالوقت مثلا محمود كان عندنا حوالي يعني ما شاء الله تبارك الرحمن ساعة مئة وثمانين مسجلين هذا غير الدولي لسا محلي مايو بعدهم ماسج يعني حتى طيب ما دري يعني شو بتتكلمون بالضبط يعني شو المحاور المحاور اللي بيتم هذا شيقة أنا كتير الموضوع كتير عجبني لأن إحنا أولا غير أنه إحنا هنغطي بالمؤتمر آخر مستجدات ودراسات وإحصائيات لها علاقة في التغذية العلاجية كل شيء جديد يعني مثلا في عنا يوم كامل فقط فيصل ومحمول حيغطي بحوث تخيل آخر بحوث نزة التغذية سواء على مستوى العالم العربي أو على المستوى العالمي حيتغطي أنا عندي إشكالية في موضوع الدراسات يعني ممكن تقرأ خبر عن مثلا الجزر في هالأسبوع هذا بعدين الأسبوع القادم تقرأ عن نفس الموضوع أن الجزر لا ما يفيد أنت يعتمد الدراسة موين بتأخذها محمود شف جاوب صحيح يعني فيه نصائح مثلا يقولك لا تشرب الماء الساخن وفيه يقولك الصينيين يشربون الماء الساخن يعني فيه تضارب في الدراسات لا ما هو شف زي ما محمود أعطاك أعطاك الجواب الصافي من وين الدراسة إحنا لما أنت بتعرض دراسة في مؤتمر في دبي يعني بدك تعرف أن الدراسة هاي مضبوطة مش بس صرف عليها الشخل ونخل يعني يعني فعلا معتمدة وأولا أنت عندك يعني عندك جهات زي ما تفضل الدكتورة وديعة يجب عشان تعتمد دراسة وتنشر في مؤتمر علمي يجب أنها تكون مرت في كتير مراحل حتى أنه حتى نقدر نتكلم فيها جميل مع الاثنين اللي موجودين معاي في الستوديو لأن شخل ومخل هذي أنا أول وراء عرفنا يشخلون لا يوم تشخلون يطلع الصافي إحنا نشخل الدراسات عشان ناخد الشيء الصافي والمخل هذا هو الصافي المخل أيها بالضبط هو كده عندي مشكلة أنه هذا يعطيني يعني فيصل يعطيني أمثال يعني يعطيني لمقدمة المثل يعطيني يعطيني نهات المثلة وفيما معنا وفا أنتوا عارفيني أنا ما يخلق يقولكم شهر كامل معاي فرمضان عموما مستمع نرحب نستكمل الحوار معنا مع الدكتورة وفا ولكن بعد ما نوقف مع فاصل قصير أيضا مستمعين اللي حاب يشارك معنا في البرنامج على الأرقام 600551414 أو عن طريق الرسال نصية على 4006 أي سؤال أي استفسار عندكم الموضوع بعد الفاصل المجال المفتوح لكم شو نقول فيصل أنا بنكريون بس عشان نقدم الفاصل انتظرونا إن شاء الله ولا تغيرون الإذاعة وإن شاء الله فاصل ونواصل صحة وسعادة أهلا وسهلا من جديد في برنامجكم اليومي الصحة وسعادة الذي تقدم لكم ما هيئة الصحة بدبي قبل الفاصل كنا نتكلم ويا دكتورة وفا عايش مدير إدارة التغذية العلاجية بهاية الصحة بدبي عن المنتدى اللي بيكون إن شاء الله في شهر فبراير دكتورة يعني الحين جبتوا الحين المؤتمرات ومشكورين على هذا شو العائد أنا الآن مثلا ممكن أكون مثلا مريض أو في المستشفيات هل في هناك عائد للمرضى وهل هناك أيضا فايدة للمجتمع من هذه المؤتمرات على دبي بشكل خاص بما أنه المؤتمر بيغطي الفئة الطبية والفئة المجتمعية فأكيد فيه بالجهتين طبية أنت بتاخد أحدث ما توصل إليه علم التغذية العلاجي في علاج الموضل في المستشفيات المجتمعي محارة بتسمنا الرياضيين اللي أنت تكلمت عنه فيصل يعني كتير فيه أشياء مغلوطة يتم ممارستها إحنا جايبين أهل اختصاص اللي يحمل الجهتين التغذوي والرياضي ويعطيكم النصائح وحيكون فنان بصراحة حيعطيكم النصائح اللي يعني اللي بتهم المجتمع فإذن حكينا على السمنة في المجتمع أخذناها من ناحية طبية شو العلاج الطبي وأخذناها من ناحية المجتمعية الرضاعة الطباعية في كتير ناس أخذ أدوية ما تعارف إنه فيها الأكل لو خذا مع هدوة يؤثر سلبا في تفاعل ممكن يكون في أشياء يعني جايبين الناس بالإختصاص بالعناية المركزة شو طبيعة التغذية اللي لازم تكون وطبعا في عندك هلأ الآن نزلت في الامريكان سوسيتي إحنا جايبين الناس تتكلم على آخر ما توصل إلي العلم من مستجدات في التغذية العلاجية قبل الفاصل كنا نتكلم عن مصداقية المعلومة حين تدخلين التواصل الاجتماعي أنا عندي صفحة لا تشوفين أنت معلومات كثيرة عن التغذية ونصايح عامة وكذا ما مدى صحت هالكلام اللي موجود في السوشال ميدي صراحة في أحيان بيرتفع ضغطي للمليون بأمانة يعني صراحة فيصل يجب أنه نعتمد من مين الشخص اللي بيعطي المعلومة السوشال ميدي الآن صارت تستخدم بطريقة أحيان بتكون سلبية يعني يعني بيعطيك المعلومة بروح الناس بيمارس الكلام اللي موجود فيها تؤذي الجسد بطريقة يعني غير مسبوقة فإحنا نتمنى لما أنا بدي أروح على السوشال ميدي سوى بكل أنواعها الإعلام بكل أنواعه ما بدي المرئي والمسموع والمقرو لما بدي أروح أخذ أتطلع من وين المصدر اللي إجتني زي ما تفضل محمود من أين المصدر رس في ناس يقول لك والله هذا شيء مجرب يعني ما في مجرب جسمك غير جسم الثاني محمود يقول لك والله أنا نزل نزل يعني نزل وزني خلال أسبوع ثلاثة كيلو أولا المنطق يقول خلينا أقول لك العلم يقول العلم مش المنطق العلم يقول أنه لازم تنزل من نص كيلو إلى كيلو بالأسبوع في الشهر أربعة إلى خمسة كيلو هذا النزول الصحي الطبي الثابت أي نزول تاني يكون أنا أقدر أنتظر أتم شهر ونزل أربعة كيلو والله بنيت هالجسم بمليون سنة تباني أنا بعصات سحرية نزل لك الوزر هذا صار يحاول يتكلم بمنطق لآخرين وأنا عم بجاوب على طار الدراسة تيقول لك أظهرت دراسة أسترالية حديثة أن شرب الشاي له فوائد كبيرة على صحة العظام إذ وجدت الدراسة أن الشاي يساعد على تقوية العظام والوقاية من الإصابة بالكسور نقولين صحيح أنت ما عرفت المصدر المصدر يقول القائمون على الدراسة لا أستعلى إفادة الشاي القائمون على الدراسة هذا أنا أأخذ الخبر قائمون على الدراسة من جامعة في جنوب استراليا أكدوا أن تناول ثلاثة تكواب من الشاي يوميا يساعد على حماية الإنسان من كسور العظام بنسبة تصل إلى 30% وتابع الباحثهم في إطار هذه الدراسة نحو 1200 من الأشخاص المسنين لمدة 10 سنوات هذه دراسة هذا اللي نتكلم عنها كدراسة وسئلوهم بشكل منتظم عن نظامهم الغذائي ولسيما فيما يتعلق بكميات الشاي اللي يستهلكونها وخلال هذه الفترة أفاد 288 من أفراد هذه العينة ممن لم يعتادوا شرب الشاي بأنهم عانوا من الكسور في العظام فيما تبين أن من اعتادوا على شرب الشاي أكثر من 100 مرة في اليوم قلت احتمالية اتصابتهم بالكسور لما تكلم عن دراسات هذه الدراسات نتكلم عنها سنين 12 سنة 20 سنة وفئات كبيرة وجامعة بحوث هاي المصادر اللي انت زي ما تفضل محمود بتروح لها بإضافة إلى تخيل محمود يعني حتى لما بتروح للمؤسسات العالمية فيصل اللي هي زي الأسبن أو الأسبن أو كذا بيقول لك A B C D E A يعني دراسة على سنين معتمدة تم تم أخذ عينة كبيرة تم اعتمادها من أكثر مصدر فأخذت A B دراسة معتمدة في معينة لكن الفترة الزمنية أقل من عشر في كاتجوري E اللي هو بتقول حتى E بيقول لك إنه تجربة على أشخاص يعني استدين عملة بدبي على ألفين شخص ولكن ما أخذت سنين زي الحين خلينا طلعت دراسة الشاي متعمد ما أخذ هذه الدراسة ليه إيش عشان نتكلم عن فوائد الشاي خبرينا عن فوائد الشاي خلينا أقول معلومة أضيف لمعلومتك محمود تعرف إنه في 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 إذا دخلت على عاملين بس بحوث فقط على الشاي وفوائدهم وهي طبعا الشخص ممكن يعني واحدة من الجامعات اللي قوية في بريطانيا لما إحنا منتكلم عن فوائد الشاي طبعا في عندك نسب معينة تركيز معين كميات معينة ولكن أولا بدنا نضيف إنه الشاي فيه كفايين نسبة أعلى حتى من القهوة في بعض الأحيان على حسب تركيزه يعني نسبة الكفايين بتعادل فنجان القهوة تركي يعني جدا عالية فالناس ما تستهين إنه أنا بشرب شاي ما بشرب قهوة لأنه والله فيها الكفايين أقل لكن الشاي فيه مضادات أكسادي وكل ما أخذنا الشاي يعني اللي هو الأبيض الشاي الأبيض مضاد للسرطان بيقو العظام بيساعد على إنه الجسم ومتعرض للأكسادي شاي أبيض والأخضر شو الأخضر بعد لسه إنت عم بتشيل الورقة بيقطفوها ولسه هي خضرة ما تأكسدت من الشمس الأبيض لسه الزهرة شفت زهرة الشاي فحتى الشاي لو فوائد بنوعيته يعني يقول لك دكتورة في مادة البولوفيني أوكي أيوة هذي هذي يعني واحدة من المكونات المكونات الرئيسية في الشاي الأخضر صحيح الدراسة تقول ما حين ما بذكر لك وين الدراسة وين طالعها بس الفكرة وين تقول أن في هذه الدراسة أن هذه المادة تساعد في منع تمدد الشريان الأورطي البطني يعني يخليها ممكن أن الناس اللي عندها كلوسيرول عالي بالضبط تحمل محمود أنا في زرت مصنع مع الشاي في سرلينكا في بعض أنواع الشاي تباع بالقرام طبعا لأنها يدوبك أول أطفة وغالية غالية جدا يعني ما تتخيل يعني صحيح أحين أنا أقول لك شغلة أنتو تعرفون أن الشاي الكرك هذا غير صحي صح دكتورة لا أنا ما قلتك صبري الشاي اللي اللي يسوى بالشكل المعروف عند الناس غير صحي صح لأنه وقيت شكر بس أنت سوي صحي عندك أيوة خبرين طريقة إحنا عملنا شاي كرك بحيس أنه يكون يعني لأنه شوف إحنا دايما بنحاول نحسن العادات الغذائية تبعتنا بطريقة أنه الواحد يمارسها ولكن بطريقة آصح أول شيء الشكر ما موجود يعني ما حطينا الشكر فيه ليش لأنه مجرد وجود السكر فيه بيخلي أنه أنت عم تعطي كالوريز سعرات حرارية زيادة للشخص بدون فائدة والله يضيع طعام الشاي نفس الدكتورة اللي يجرب يشرب الشاي من غير سكر بيستمتع أكثر أول شغلة أول فترة تكون صعبة لكن بعد فترة يتعود ويستمتع فيها مثلا مثل القهوة صحيح صحيح حد يحط أسل دكتورة ممكن ممكن تحط عسل إذا أنت كتير بتحب الطعام بس ما يطبخ معاه لا ما يطبخ معاه بس أنت ليش عشان تاخد فوائده كمان عرفت عشان تاخد فوائد العسل يعني ويفضل حتى أنه ما يتفور ويت تاف أنت تأول كيف الشاي الكراك بنعمل بتحط الشاي بتخليه غلي 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 هيك أنت عم تفقد كل الموجودة إحنا منفضل لما إحنا حطينا الرسب إحنا قلنا إنه ما ينعم ما ينغل كتير إنك تحط الماء وتحط الشاي وتخليه معا شوي بس صدقني طعم طيب لازم أدواء كاية في صل في أننا محبين للكراك اختلفون يغيرون عددهم هذي يعني بدهم يضحوا في أشياء أخرى يعني بدهم يقللوا من الغداء إذا هو حابب يحافظ على صحته لأنه أنت عم تاخد كل معلقة سكر صغيرة تعطيك 20 كالوري فتخيل هما بيحطوا كميات كميات وهذا سعرات حرورية ما لها أي فائدة في جسم الإنسان يعني مضافة بدون داعي بدون فائدة أخذ عسلوية أول استفيد أكثر في بداية الكلام نحن تكلمنا عن المعلومات من وين الواحد يأخذها الآن أنا مم توفر عندي أخصائي تغذية نعم وأحب أن أثقف نفسي في موضوع التغذية وين الواحد في مجلات دورية الواحد ممكن يطلع عليها في مواقع على طاري هذا الموضوع بعد قبل لتجاوبين على السؤال فيصل بعد دالله مطررش مسيج يقول يجب التحقق من مصادر هذه المعلومات كما ذكرتم لذلك أقترح على هيئة الصحة في دبي أن يتم تخصيص صفحات موقع الهيئة على المعلومات التوعوية موثقة بحيث يتم تحديثها باستمرار وكمثال أقترح عليكم أن تلقوا نظرة على المواقع الصحية الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية وصباحكم صحة وسعادة صباحك صحة وسعادة أبو عبد الله نحن بشر كنا في أصلا هذه الممارسات قائمة إلى حد كبير لا تصاصريني تكلمي عنا طفلي وحياتي وصحتي غير موقع الهيئة أبو عبد الله بالعكس إحنا يعني كتير ركزنا على أنه نعمل أنه اشتركوا معنا في نزلوها على تليفوناتكم بتاعت الهيئة لأنه فعلا المعلومات اللي فيها والله أنه إحنا تعبنين عليها حين نجاوبي على سؤال لا لا قبل قبل أنا عندي سؤال قبلها خلصنا مؤتمر في شيء بطمئنين بس بطمئنهم يجوي يعني أكيد إن شاء الله إن شاء الله أنت قلت إيش أسمن متخصصين إيه ودي أقول المتخصصين اللي إحنا جايين عنا من أكتر من 15 دولة بلجيكا سويسرا بريطانيا بحرين مصر الأردن خلصت العالم كله إيه إيه لازم أجيب العالم بدبي لازم أحينا أخلي آخر ثلاث دقائق ما أتكلم فيها عن المؤتمر بس أنا ما أدري حسن ما في تطبيق خاص للتغذية يعني أنا أحسب أكلي وشربي ورياضتي وكذا ما في شي مثل هذا في المستقبل بشترون تطبيق أصلا هذه موجودة شوف هلأ بحياتي وبطفلي موجودة بحياتي وصحتي صحتي للأطباء بس حياتي وطفلي أنا بأكد لك إنه موجود المعلومات اللي هل نحتاج تطبيق ولا نحتاج ثقافة عند الشخص نفس أنه يجب أن يمر على خصائي التغذية على أقل لو مرة يعني أنا بفضل دائما الشخص لو مش كل ستة شهر يروح من طبيب الأسنان أو كذا يا عمي حط زيارة بس عشان شيك هل أنا ماشي حتى لو أنت صحي وشكلك صحي وانت مقتنع أنك صحي تتفاجأ أنا في كثير ناش بيجوني على رأي الفرنسويين سامباتيك يعني هم كثير مثاليين الوزن ولكن لما نقذ كثير الدهون عندهم لأنهم ما يكلون شي الوزن صح لكن من جو الجسم مش صحي نسبة الدهون عندهم كثير عالية يعني زيارة الأخصائي التغذية هي فقط طبعا يكون معتمد بالله يا محمود يعني يجب كمان أن يكون أخصائي التغذية هذا أنت عارف من شو شهادات ومش من الناس اللي هلأ كثير كمان عم تطلع تتكلم فقط في التغذية وهي ما عندها أصلا أي باكراوند علمي موثق هو معتمد على هذا الطارق في ناس دكتورة يعني الحمية ما لاتهم يركزون على الصلطة بزيادة هل ممكن أن الصلطة تكون غير صحية بعد في أحيان كثيرة أو ممكن دائما واحد يوم يقول له هذا أنا ماشي نظام صحي وياكل صلطة الصلطة لاحالة أولا الصلطة أكيد هي نص الصحن لازم يكون من الخضار والفواكه يعني ولكن أنا أعتمد على الصلطة فقط ما بتعطيني أكتر من 300 سعر حرارية والرجل يجب ألا ينزل نظامه الغذائي في الحمية الغذائية عن 1400 والحمة ما تنزل أو المرأة ما تنزل على 1200 يقولون الصوس الصوس اللي حطون على الصلطة هذي ممكن تكون في سعرات حرارية فيها سعرات حرارية بس مع هذا ما بتزيد عن 330 إذا بس بدي أكل صلاطة ما تزيد وهذا لا يعطيني الكاربز ولا الفات ولا البروتين اللي أنا يحتاج الجسم يعني للأسف أنت تعرفين نحنا شو ناكل في البيوت تقريبا كم هذي اللي ناكل نحنا في البيوت كم الكم على حسب الكم لا لا يعني يعني إذا بتضرب بالخمس بيكون بيعدل ألف كالوري في الطبق في اليوم أنا أتكرم لا في اليوم على حسب على حسب إذا يخذ الغذى والعشاب الخمس يوصل يوصل ثلاثة وشوي وبعدين يدوخ عقب الغذى ويرقد وهذا طبعا غير هي قيلولة لهي 20 منتز مؤمنة من المخدرات اللي كلها الأكل لا ويقيل يقول لك لازم أقيل يقيل مو بينام ثبات عميق نوم 3-4 ساعات هذا بالعكس يؤذي أنت بدك نام 20 منتز يعني الوالدة تزعل أنا مو من نوع اللي آها أتغدر في البيت وهي يعني بس يتزعل لكن سبحان الله أنا مجرد ما أضرب بالخمس عندها دكتورة والله أنه في مرة من المرات من كثير ما دوخت ما نشيت غسلت يدي في مكاني طحت نايم أوه أي صح صح مرة من المرات تزعل عقب خلاص قلت لا هذا الموضوع ما ينفع صح نزيل دكتورة نرجع للمؤتمر عندنا أربع دقائق أو أقل ثلاث دقائق ما نتكلم فيها عن المؤتمر بشكل سريع شو تبغين تضيفين عن المؤتمر بس بدي أضيف أنه في ورش عمل مصاحبة بالمؤتمر الورش العمل هتكون في ثاني يوم وورش العمل المؤتمر اسمه المؤتمر دبي الثاني للتغذية وطبعا زي ما حكيت في جزئتين الجزئية الأولى للأخصائيين التغذية أو للكادر الطبي من أطباء أخصائيين تغذية علاجية ممر تمريض وصيادلة المساري الثاني هو للتغذية المجتمعية للمثقفين التوعويين للأخصائيين الاجتماعيين في المدارس لمدرسين الرياضة اللي في المدارس يعني تطقي فيه توعوي الورش العمل كتير حلوة جايبين من الأردن فريق عمل اشتغل على الشغلة اسمها تحمس وما حاتكلم هل عشان ما أحرق شو يعني تحمس هي بس التأ يعني تغذية والباقي لازم تحضر المؤتمر عشان تعرفوا نجحت نجاح كويس في سيطرة على السمنة في المدارس الحكومية في الأردن فاجبناهم ككادر نجح يعطي الخبرة الخبرات للأشخاص الموجودين في المدارس كيف ممكن يساعدوا على تحفيذ الطلاب على تخفيف الوزن والله يعني في الأردن ما شوف يسمنا ما شاء الله ربع الأردنين كل واحد أقل واحد مترين شوفت فإحنا عم نستفيد منهم جبناهم لعنا أيضا بما أنه إحنا حكينا في يوم كامل حيتكلم على البحوث فجبنا الدكتورة غادة التاجر من الجامعة تتكلم كيف ممكن نعمل بحث في التغذية وإحنا قصونا هذا الموضوع في دولة المعارات إذن المستهدفون من هذا المؤتمر أطباء خصائي التغذية التغذية العلاجية خصائي التغذية بشكل عام ممرضين وممرضات اللي يعملون في هذا المجال وأيضا مثل ما ذكرت حتى العاملين في الصحة المدرسية نعم صحيح صحيح كلمة أخيرة تبقى أن توجهنا الدكتورة أتمنى أني أنا أشوف الجميع في المؤتمر ما حيندموا إن شاء الله بإذن الله لأنه الاستفادة بإذن الله حتكون عامة وحيكون عندهم آخر متوصل له العلم التغذوي العلاجي والوقائي وينورونا وينشرفونا في المؤتمر والله للحديث لا يمل يا دكتور الله يخلي عايش مدير إدارة التغذية العلاجية بهية الصحة بدبي في الختام نشكر الأخوة المستمعين على التواصل معنا وشكر الجزيل للفريق الإعلامي لهية الصحة بدبي ودمتم لحظة لحظة أو الله خاتمه ما لك أنت لا لحظة لحظة أشكرك على مشاركتك التقديم لي في هذه الحلقة أيضا قبل لأختم بس عشان ما أنسى رسالة أبو عبد الله يقول دكتور أرجوك اقترحي وضع هذه المعلومات الصحية على موقع هيئة الصحة على الإنترنت وشكرا أبو عبد الله أنا أقول أنت اقترح خلي اقترح يطلع من عندك أنت في عندنا أنظمة الاقتراحات وصل صوتك وكذا فهذه حتى مجلس محمد بالراشد الذكي هذا تطبيق ممكن أنك تشارك لكل حكومة دبي فأنا أنصحك أنك أنت تقترح أنا بأخذ اقتراحك بوصل للمعنيين عندنا فبيكون باسمك أنت لكن أتمنى أن ترسل الإسم الثلاثي مع رقم الهاتف مع أنه أنا فضل أنك أنت تتصل على طول أو تشارك الاقتراح عبر قنوات وصل صوتك مستمعين وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم شكرا لك فيصل بن فارس زميلي شكر مثل ما قال فيصل لفريق الإعداد والتنسيق اليوم عادة نحن دخلناك داخل ما خلنا نحن فالتنسيق كان كله وكنترول كله كان عند أيمن سرحيل فشكرا لك أيمن هذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي وحتى نلقاكم في الغد إن شاء الله نقول لكم إيش دمتم دمتم بصحة وسعادة دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي